اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبحاجة الان لشهرين تحت المتابعة في البيت والرقابة والعلاج الحمد لله رب العالمين ولكن الامور افضل بكثير مما كانت عليه في بداية المرحلة اللي هي بعد العملية يعني مرينا بفترة اسبوعين كانوا صعبين جدا جدا والحمد لله رب العالمين ربنا اخذ باليد واخذ بدعائنا واخذ بتضرعنا الو وشافى والحمد لله رب العالمين وان شاء الله انه ربنا بتمم عليه الشفاء هذا واحد اما بالنسبة لي فانا خلال الاسبوع هذا انا انهيت اخر جرعة من الكيماوي المركز اللي كنت اغضوه بالفترة الماضية الكيماوي مع كورتوزون مع بعض العلاجات الاخرى الحمد لله يعني فترة كانت صعبة مش سهلة ولكن الحمد لله رب العالمين ربنا اعاني وقدرني وعطاني الصحة والجلد على اني اتحمل هاي الامور بفضل الله عز وجل ما زلت يعني بعاني من نقص المناعة لانه لسه اثار الكيماوي لسه موجودة صحيا يعني نقدر نحكي انه في بعض الامور تحسنت بعض الامور تعبت طبعا كيماوي هذا اكيد يعني انه في اشياء راح تتعب ولكن ان شاء الله تعالى انه ربنا بعين عليها وبتمضي هاي الفترة مثل ما مضى غيرها والحمد لله وشكرا للكم وشكرا لسؤالكم وشكرا لدعائكم وشؤكرا لوقفتكم جنبي الله يبارك فيكم وما يحرمني منكم يا رب بالنسبة لتوقعاتنا اليوم توقعاتنا لا يوم الاربعاء تسعة اذار مارس القمر موجود في منزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح الا الاشياء المضررة بما ينفع كاستخراج السموم وغيرها وطبعا راح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ثلاثة وستعشر دقيقة من صباح اليوم الاربعاء لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول طبعا احنا الان في فترة خلو مسار خلو المسار هذا بدأ الساعة ثنتين واربع وثلاثين دقيقة عسراً بتوقيت جرينتش من عصر اليوم الأربعاء عصر اليوم الثلاثاء راح يستمر طبعاً خلو المسار هذا للساعة ستة وتسعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش من مساء اليوم الثلاثاءiders طبعاً مثال ما بعد الساعة ستة وتسعة وثلاثين دقيقة القمر بيكون ننتقل لبرج الجوزاء يعني يوم الأربعة رح نحكي عن توقعاتنا أنه القمر في برج الجوزاء أما فترة خلو المسار فمنعيد ومنذكر لأنه في دول عندهم الآن فترة الصباح يعني هي فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو كطوبة أو زفاف أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار القمر الساعة 36 دقيقة مساء من مساء ليلة الثلاثاء القمر رح ينتقل لبرج الجوزاء وبما أنه رح ينتقل لبرج الجوزاء معناته رح يصير تأثيرات علينا تأثيرات برج الجوزاء نفسها عشان هيك هاي الفترة مننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة قال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من الرسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا أول في زاوية اليوم رح تبدأ اللي هي زاوية الاختران السلبية ما بين الشمس وما بين نبتون وهاي طبعا رح تبدأ تأثيراتها اليوم اللي هو التسعة ثلاث ذروتها رح تكون يوم ثلاثة ثلاث ورح تنتهي تأثيراتها يوم سبعتاش ثلاث طبعا هاي الزاوية بتجعل البعض يعيش في عالم وحمه من نسج خياله بعيد عن الواقع وبتدل على عدم الاستقرار على المستوى السياسي في الحكومة ومشاكل في القطاع البحري وربما غرق بعض السفن أو البواخر وبيزيب نفوذ بعض الجماعات المتطرفة المعارضة للحكومة أو التعرض لبعض الظواهر البحرية كالفيضانات والطوفان وربما يكون هناك في بعض الدول تسريب للغاز أو حوادث تسمم جماعي وكذلك ارتفاع أسعار النفط في هاي الفترة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية مقائمة لها فترة هي زاوية الاغتران الإيجابية بين الشمس وبين المشتري وهاي طبعا راح تضل مستمرة لغاية يوم عشر ثلاث تأثيراتها هاي يعني بتدفع بحضوظ ما بصورة عامة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية الاغتران الممتزجة ما بين الزهرة وبين المريخ وهي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم سبعة عشر ثلاث طبعا هي ممتزجة يعني خليط ما بين السعادة والنحوسة إيجابيتها أنه بسود جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة أما سلبيتها فهم أكثر المتضررين هم المتزوجون واللي علاقاتهم العاطفية طبعا المتزوجون اللي علاقاتهم ضعيفة واللي علاقاتهم العاطفية برضو ضعيفة وللسه ما استقرت لأنها بتخلق لهم مشاكل عاطفية لها توابع سلبية بالنسبة للزوايا الفلكية السريعة اللي رح تتشكل مع القمر واللي هي اليوم طبعا في زاويتين احنا ذكرناهم بالأمس اللي هم بصيروا بعد خلو المسار رح نذكرهم اليوم لأنه هدولا تأثيراتهم حتى عصر يوم الأربعاء اللي هو اليوم أول زاوي هي زاوي تثليث إيجابي رح تكون بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون فيه تمام الساعة عشرة وتسعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش طبعا هي ذروتها بمستمر تأثيراتها لغاية ساعة العصر بتلوح الفرصة للتحصيل على المكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون فيه تمام الساعة 11 و 26 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش برضو تأثيراتها قرابة ساعات المساء يعني بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنابيب الشعب الهوائية والرئتين والوصلات العصبية المهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل فعشان هيك هاي الأعضاء أصبحت هي الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية واللي بشعر بأي شيء غير اعتيادي يعني يراجع الطبيب بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما فيه أي مشاكل ولكن يعني الغير مناسب لإزالة الشعر الزائد مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي أما بالنسبة لمطعوم كورونا طبعا مطعوم كورونا اليوم مناسب جدا ما فيه أي مشاكل إلا أنه ممكن تظهر بعض الأعراض لها علاقة يعني بالتعب أو الوهن وارتفاع في درجة الحرارة بأن دول يفي بالغرض ما فيه داعي للقلق والخوف بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون موجود في برج الجوزاء كله المسار القادم رح يبدأ يوم الخميس عشر ثلاثة في تمام الساعة أربعة واثنين وأربعين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيج ورح يستمر حتى اليوم التالي أي إلى صباح يوم الجمعة حتى تمام الساعة سبعة وأربعة وعشرين دقيقة صباحا لا يستقر القمر بعدها في برج السرطان بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره سبع أيام في تمام الساعة سبعة وعشر دقائق صباحا بتوقيت جرينيج بصير عمره ثمان أيام نسبة الإضاءة خمسة واربعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة سعيدي بنسبة خمسة عشر في المية القمر الآن موعد بث الحلقة في الثور وبدو ينتقل للجوزاء زي ما ذكرنا في البداية يعني طول طيلة يوم الأربعة هو في الجوزاء رح يمكث في الجوزاء حتى يوم 11 ثلاثة سعيدي بنسبة خمسة واربعين في المية الآن ولكن مع ساعة قرابة المساء يعني بصير خمسة عشر في المية عطارد في الدلو حتى يوم عشر ثلاثة منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية الآن ولكن مع ساعة المساء بصير سعيد بنسبة خمسة عشر في المية الزهرة في الدلو حتى يوم خمسة أربعة منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية المريخ في الدلو حتى يوم خمسة عشر أربعة منتحس بنسبة خمسة عشر في المية المشتري في الحوت حتى يوم عشر خمسة سعيد بنسبة عشر في المية زحل في الدلو حتى يوم أربعة ستة منتحس بنسبة عشر في المية أورانوس في الثور حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات فعشان هيك حاولوا انكوا تفاوضوا بثقة وجراءة وحاولوا الدفاع عن مواقفكم وقضيتكم لكن بتكوا تتجنبوا الكلام اللاذح والعصبية ممكن انك ما ترتاح بسبب كثافة الاعمال فعشان هيك بدك تباكر لعملك ما تعرض نفسك للإرهاق بتتميز بفعالية عالية جدا وانشاط عالي جدا ممكن اليوم تسمع جواب بيعجبك على أمر انت بتنتظره أهم اشي انه برضو ما تبالغ بمصاريفك برج الثور ابتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ولكن بتكوا تتجنبوا النفقات قدر الإمكان ممكن اليوم تهتم لأوضاعك المالية وتخذ تجربة مهمة تمتحن موقعك وخبراتك أهمش انك ما تجازف بأموالك أو باستقرار وضعك المالي عشان هيك بدك تتريث حتى تتوضح الأمور ما تبالغ بمصروفك واحذر من المنافقين ورتب وضعك المالي بشكل جيد برج الجوزاء اليوم انتو عندكوا قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها وبتكثر عندكم المشاريع وبتختلط الواجبات أهم شي انك تكون جدي وموضوعي في تنظيم الأمور عشان هيك بدك تحدد أهدافك شكل جيد أو لوياتك اليوم باستطاعتك استعادة موقعك أو موقع معين وإنجاز الكثير حتى من الالتزامات والأعمال المطلوبة منك برج السرطان بينا للتعب منكم لأن القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بدك تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا كثير لغذاءكم وراحتكم بيشير القمر في مكانه لركود وتأخير في سير الأمور عشان هيك بدك تحاذروا من التراجع الصحي والمعنوي حاولونك تستريحوا بعيدة عن الأضواء وحاولونك ما تختلقوا الأعذار عشان يعني ما تتهربوا من المسئوليات والمهام لأنه ممكن تتحاسبوا برج الأسد بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء وهذه الفترة مناسبة لطلب استشارة أو لا تأييد أحدهم أهم شيء إنك ما تبقى وحيد حاول إنك تشارك في مختلف الورشات والنشاطات بتستعيد حماستك وحيويتك وبتتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث وممكن تشارك بمشروع معين أو بفعالية معينة فالأجواء مساعدة بشكل كبير برج العذراء حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل وحاولوا أنكم تقدموا أفضل ما عندكم لأنه ممكن اليوم تحققوا إنجاز أو تحرزوا تقدم مفاجئ أهم شيء ما تهدد سمعتك بالخطر ممكن تخلق بشأن لقاء أو وضع أحد أفراد الأسرة هاي فترة مثمرة ومهمة جدا ورح تكون أسهل وأقل إرباك إذا كنت جاهز برج الميزان اللي بيتقدم لإمتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد لأنها هاي فترة حافلة بالنشاطات ممكن تتلقى خبر من خارج البلاد أو من جهة غريبة أو من شخص أجنبي اليوم عندك نشاطات كثيرة كلها علاقة بالفلسفة والقراءة والإطلاع والامتحانات والنقاشات والمراسلات فحاولوا تسهيل أموركم ممكن تهتموا بثقافة مختلفة الأمر اللي ممكن يشجعك على الانضمام لنادي أو جمعية برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وما تسمحوا لأي أحد بالتشكيك وخدراتكم وحاولوا أنكم ما تكونوا جارحين بالكلام بل فوضوا بهدوء ودبلوماسية وكونوا حريصين على حقوقكم بتتحسن الأجواء وممكن تحصل على الفرصة المناسبة لتبرير أخطائك برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة وهاي فترة صعبة تثقل خلالها الهموم والمسؤوليات أهم شيء إنه ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابية ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وعصاب باردة وما تتسرع باتخاذ القرارات برج الجديد واصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وانتبهوا لصحتكم لأنه اليوم التركيز على العمل وع الصحة فبتكوا تحاذروا من تراجع صحي وما تسمحوا للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم وبتكوا تكونوا أكثر تنظيماً وتحسنوا إدارة الوقت تجنبوا إثارة العدوات وإهمال وضعكم الصحي خذوا قصة من الراحة ويهدئوا وحاولوا إنه يعني ما تنفعلوا كثير خلال هذا اليوم يعني الأجواء فيها بعض الإيجابيات على مستوى العمل برج الدلو ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفياً ومالياً وبتكثر التنقلات والزيارات والاتصالات والأجواء إجمالاً رح تتحسن بشكل نسبي بتصبح الأجواء أكثر سهولة ممكن تظهر لك اليوم لقاء طارق مع الإخوة أهم شيء أنك تقدم لهم المساعدة والدعم اللازم فترة ناجحة ومطمئنة على المستوى العاطفي والمالي والمستوى العائلي ومستوى الأبناء الأحبة عن الأجواء إيجابية جداً مرج الحوت بتنهمكم بأمور الهاصلة بالبيت والعائلة أهم شيء ما تتهربوا من المسؤوليات وإن كثرت نظموا وقتهم بشكل جيد تفادي لأي تقصير لا تبخلوا على العائلة بالعطف والنصائح كما إنها هاي فترة مناسبة للارتباط وممكن تشعر ببعض الانزعاج أو القلق حول مسألة شخصية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر